حمود في نهايس النهاردة تحمل كولر ما وصل إليه النادي الأهلي في تراجع ما في المستوى وآخرين بيقولون إن اللاعبين هم المسؤولين عن هذا التراجع وإنت مع أي طرف هو كل الكلام اللي داير وكل اللي إحنا بنشوفه إن مرسل كولر بيخطئ كتير جداً في التشكيل روتيشن الكتير اللي عليه علامة استفهام كبيرة إن إنت داخل أصلاً عطاقه في دولي فإنت مش محتاج روتيشن إنت بتعمله إنت بتراح اللعيبة ليه يعني كله راح في طاقه في دول ولكن في نفس الوقت اللعيبة مش قادرة تشيل الراجل يعني هو الراجل لو مش موفق في اختياراته لو مش موفق في التكتكس بتاعته إنت مفروض كلعيب مفروض اللعيبة تشيله تعالى وريك النهاردة بعض القرارات للاعبي نادي الأهلي في الخروج بالكورة في التلت الأخير قدام الـ 18 قرارات غريبة جداً من لعيب نادي الأهلي تقولك إن المشكلة مش بس عند مرسل كولر المشكلة عند مرسل كولر وعند لعيب نادي الأهلي اللي مش قادرين يشيلوا المدير الفني او مش قادرين يشيلوا الفرقة والغريبة كريم كل الفرقة اوف كل فريق النادي الاهلي اوف تعال نشوف بالحالات هنا دي اول كرة خالص معنا في الديئة اتناشر هنا بص على طهر محمد طهر هلعب الكرة لمحمد مجدي افشا دي من الكرة النادي الاهلي بيطلع بي ارجع بقى للكرة قبل ما يطلع العب الافشا عشان اوريك تفصيلة صغيرة كتمكن تفرق في المبارة انك تحلي زادها في اول اتناشر دي ادي طهر محمد طهر اطع صحة افشا راح في المساحة الفاضية كلاعيب رقم تماني لحظة بقى اوف هنا بص مودست فين اي اوفر لمودست على الارض اوفر علي الكرة دي جون بص بقى التنفيذ شوف بقى افشا هيعمل ايه كرة غريبة جدا ولا هي باصة ولا هي تزديدة ولا هي اي حاجة خش على اللي بعته نفس الكلام محمد هاني هنا محمد هاني عاوز يطلع بالكرة في ديها تسعتاشر بص محمد هاني يلعب الكرة كريم نيدف كريم نيدف يدد الكرة تاني لنادي الجون عشان نادي الجون يابعا مع الكرة يعني في الوقت انت راح تعمل فيه هجمة انت بتدي الكرة والفريق كله تحول فقال بقى الاهلي مش قادر يطلع الاهلي مش قادر يعمل اي حاجة بص الكرة ما تقطع تاني من نادي الاهلي بص بقى هنا بيلعب الكرة المودست طبع مش قادر كرة بتاخدها وبترجع تاني هجمة للنادي فالنادي الاهلي بقى يطلع كرة ويدي تاني كرة لالجون لنفس الكلام هنا بص حسيني الشاحات يلعب الكرة هنا عند محمد هاني بص محمد هاني ودي هجمة معودة للنادي الاهلي كرة اللي بعدها برضو نفس الكلام محمد شناوي دي هجمة مفروض عكسية للنادي الاهلي بص محمد هاني هياخد الكرة ولما الكادر يفتح لحظة بقى قاف هنا فيه ال viel فمليون حل ممكن يتعمل من عند محمد هاني اولهم ان محمد هاني يقدر يخش في المساحة الفاضية يهجم المساحة الفاضية يقطم الكرة الجوه ويروح هيبقى النادي لقى لي عندك اربع لعيبة خمس لعيبة واحد اتنين تتا اربعة خمسة من الجونة على خمسة من لعيب النادي لقى لي الكرة دي جوب بص يا محمد هاني يعمل ايه تشوف يا كريم نتكمل الكرة بيلعب الكرة للجونة برضو تاني فقرارات غريبة جدا اه مدير الفني مش مميز ماشي فاخر بسا اوريها لك دي كانت برضو غريبة جدا بالنسبة لي الجونة برضو هياخدوا الكرة عاوز وعريك حسين الشحات سبيل بك ياكريم الراجل هيروح يجري دي بتمنح اخطر الكرة الموجودة دي الجونة الراجل امسحب وعلى فكرة الراجل سمع شين ده كان عاوز يتلع الجونة بس هي قلشت وراحة وكانت هاجمة خطرة جدا لعيبة النادي الاهلي مش قادرة تشيلي الراجل يا مش قادرة تشيلي الراجل يعنيينها مش قادلة تشير الراجل الراجل بعيد وهم لعب تلنادي